ودفاعي قاعدين نخطو برشاو عالمستوى الهجومي ماناش قاعدين نلقاو في حلولها سيدة لسيدة المنتخب التونسي عطاه ثيقة للمنتخب المخدوني باش بش يرجع في المقاعدة خليه يأمن بحظوظه ويحيأمن بإمكانياته برغم هو كما قلت بك منتخب متواضع أغلطه بتائي نعاش المنتخبات اللي كما هكا اللي فيها تعمل موفي شانجمان وقد مرتين ظهر لي بخلاف وبنك يحتج برشا وهو بتبيعته مش مركز على مقابلة كي أنا نعطيه فرصة باش يرجع يركز بالاختاء متاعي ممتاز الهدف ممتاز الهدف لسالح المنتخب الوطني لتونسي لكن يقول إعادة تنفيذ دخول بقوة يبدولي في العملية الأخيرة يبقى الامتلاك لسالح المنتخب الوطني التونسي 23 مقابل 21 وتأكيد لكلامك أيمن تقريبا منتخبنا يزموا يقتل المقابلة بلغة الكرة ويخذ الفرق وميخليش الفرصة المنتخب المقدوني باش يرجع في المباراة أي ميخليش فرصة المنتخب المقدوني باش يأمنوا بحظوظه وهذا ممتاز الهدف محمد أمين درمول على ثبات سيد رجعة علينا مقدونية 18-17 أي وخذت الفرق لأول مرة في المقابلة 18 مقابلة 17 الهدفة 9 ممتار محمد أمين درمول على ثبات ينجح في مغالط الحالس متريفسكي ويعطي مع ثلاثة لسالح المنتخب بلغة تونسي لأول مرة في هذا الشوط الثاني نذكر أنه أكثر أسباقية كانت لمنتخبنا في بداية المقابلة 6 أهداف كاملة مقابل سفر 6 دقايق ما سجلش فيه منتخب مقدونيا لكن نرجع في المقابلة في آخر الشوط الأول تعودها لكورة مقدونية محاولة لمرور من جيورغيف من جديد تبقى مقدونية محاولة لمرور قطع الكورة ممتازة المتخبة لتونسي تحسن الدفاع إن شاء الله ما يكونش استبعاد بطقيقتين يبدولي بالفعل طارق جلوز كانت عمد أنه يقطع الكورة بالسيق مطيعه متفطنين ثني التحكيم بدون برشة اجتهاد يؤمره طارق جلوز بالمغادرة والاستبعاد بطقيقتين رغم أنه المدرب الفرنسي المتخب باتريك كزال يحتاج على القرار هذا قال أنه موش قاصد أنه يقطع الكورة بالسيق مطيعه لكن واضح القوانين في مثل الوضعيات هذه منتخبنا منقوص عددين من لاعب 6 ذات 5 والهجمة مقدونية محاولة لمرور من جديد إلى الجناح حتى سلسل توصل الكورة للجناح يسجل يفتح الزاوية حامل القميص رقم 19 كوستيفسكي ويسجل الهدف هدف تذليل الفرق المتخب المقدوني وهذه الجزئية اللي تعمل الفرق تقريبا نقص عددي يخلي منتخب مقدوني يلقى الحلول في الهجوم وهجوميا تضطر أنك بيش تخرج الحارس وإلا بيش تلعب منقوص من لاعب في وضعية هجومية بالفعل متخبنا يختار أنه يلعب بمرمى الشاغر ويمشي 6 ذات 6 في الوضعية الهجومية التقطعات بن عبدالله توصل الكورة من جديد للاعب الدايرة يخرج من مكان والجبالي من جديد درمول بن عبدالله يلا بن عبدالله من جديد الدرمول يبحث على لاعب الدايرة يربح 9 مطار يربح 9 مطار المتخب التونسي متقدم مع 2-24 مقابل 22 درمول التقطع بن عبدالله ممتازة ترمريرة لكن قطع الكورة للستة مطار وكورة من جديد لسلح المنتخب المقدوني اللي المرة هذية يختار التاريث قطع الكورة من درمول ممتاز يمر درمول بكل سرعة وبكل ثقة في النفس ويسجل الهدف تقريبا هدف من سرعة أمين درمول كانت هجمة معاكسة للمنتخب المقدوني قطع الكورة ويمشي بمفرده بسرعة قصوى للستة مطار وغالة الحارس البولوني يعني منتخب بولونيا بيدوره تخل حتى في نفس طريقة اللعب بتاع المتخب التونسي وتخل في التسرع وهذا ان شاء الله يستغلوا المتخب إلى حد الآن معاكسة لمنتخبنا على حساب نظيره المقدوني هجمة مقدونية محاولة البحث على لعب الدائرة التنبيب اللعب السلبي ممتازة تمريرة وممتازة الهدف تقريبا نفس المشاكل من وسط الدفاع قعد يلقى في الحلول منتخب مقدوني مش معقول لعب الدائرة يتم تحريره بالطريقة هذية ايمن ومن وسط الدفاع متاعك يعني من سكتور سنترال يلقى في الحلول وهذا ما يفسر المشاكل الكبيرة اللي مربها المتخب التونسي هكا ولا يا خاصة من ناحية الدفاعية ايمن سيد اا مفامش الكوفرتور اه grab اه الستة سفر على الستة متى الستة متى في خطر نورم المان اللي دو سنترو اللي هو ما رقبة تلاثة. مهم. بناتهم يخوف. اي. بناتها مفى مش للكوفر. هذا هو. هذا هو. ما يتمش التنسيق بناتهم وقت اللي تبدأ الكورة عند دمي سنتر ولا لاريير وشكون بش يشد في التمرير هذيك. اي. مش مقاعدين يتكلموا بهم بعض. مهم. التواصل مهم جدا على منطقة الستة متار بش ما يتمش تحرير لعب اللي دير اكي مسار في الوضعية هذية تعود الكورة تونسية من جديد. محاولة المرور. متخبنا قاعد يلعب بالعرض ومش قاعد يلقى في الحلول. حذيري من اللعب السلبي. تسعة مطار يبدولي بش يتم التنبيه باللعب السلبي من طرف ثناء التحكيم. تعود الكورة تونسية. محاولة المرور من درمول بش يسدد متسعة مطار ممتاز. ممتاز تقريبا اللي اللي قاعد يعطي في الحلول. سواء اما بتمريرها حاسمة الا بانهاء الهجمة محمد امين درمول. اضافة كبيرة للمتخب اللي تونسي محترف الدوري الالماني ايمن. تشاطرني شرعي انه درمول هو تقريبا الوحيد القاعد يعطي في حلول بالنسبة للمنتخب في الشوط الثاني. اه درمول يلعب من غير حسابات. مم. يلعب زي المنتخب. اه. يلعب التونس. اه ما عندوش حسابات. اه ابس الدليل ما انت اه اه كي يشاركو يعطي لاضافة كي ما يشاركوش ما. حتى يدخل في وسط المقاش. اه. حتى ما. انسان محترف في عقليته. اه. اه. خلق قنوة اخلاق. اكيد جدا اضافة كبيرة لمناسق لعب الدوري الالماني محمد درمول. منعرش هل تم احتساب الهدف هذي او رمية سبعة مطار لصالح المنتخب المقدوني. ولو انه ثم استبعاد في صفوف المنتخب المقدوني يبدو لي تم استبعاد اللعبة ذي. ما يتمش احتساب الهدف باعتباره انه احتج على ثنائي التحكيم الارجنتيني. اه للتصحيح ثنائي التحكيم. هما سيدات من الارجنتين يزفروا مباراة تونس. ممتاز المرور من الجناح جلوز. ممتاز. الهدف رقم سبعة وشرين. مرة اخرى مع عرب علي صالح المنتخب الوطني التونسي طارق جلوز من مركز الجناح. يسجل وينجح في الترفيع الفرقي لاربع هداف. اي من يبدو لي عندك ملاحظة في العملية الاخيرة. لا بالداية متاع المنتخب المقدوني. ممم. طوى من عنده بريسك درجين. اه. وليه بالحكمات. يحتاج. 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 بشي وريك اللي هو حتى الكاليتيت جوه متواضعة. مسيّب المقابلة. مقابلة. في كل وعاملية. في كل عملية. وزيد المضحكة. من الطرايف. ما اخد خيقتين وهو في الوجوب. في لا تاك. صحيح. السبعات بتخيقتين نفس السبب. هو الاحتاجاج والنقاش مع اثنيه. التحكيم ذي رمي التسع مطار لصالح المنتخب. المقدوني يلعب بدون خليني يقول يلعب بمرمى شيغر باعتباره منقوص عددين من اللاعب خرج حرس المرمى ونزل اللاعب يلعب في الهجوم اكيد شاء الله منتخبنا يقطع الكورة هذية مع التنبيه باللعب السلبي يبدو لي باش يكون تمريره وحيده وتزيده ان شاء الله مادي الحربيوي حرس المنتخب والدفاع يكون حاضر ومركز في العمل هذية رقم 18 كل عادة افضل لاعب افضل مسدد يسجل قاوية جدا يعني بصراحة ولو انه كورة خرج المرمى كنت نعتقد ان الكورة في الشيباك كانت في الشيباك الصغيرة في الحقيقة رغم المتابعة من الحارس مهدي الحربيوي الحمد لله كانت خرج المرمى وفرصة باش ناخده معها خمسة لسالح المنتخب التونسي ممتاز التمريره وممتاز الهدف المرة هذي جبالي على الستة امتار اللاعب الدايرة يرفع الفرق هذا هو الهدف سيد السيست اي التمريره وقلنا درمولي اما يكمل هو العملية بهدف وإلا التمريره متاعه تكون حاسمة وهذا ما صار من خلال تمريره للاعب الدايرة الجبالي اللي يتمكن من تشجيل هدف رقم 28 خمسة اهداف فرق لسالح المنتخب التونسي او يتم تذليل الفرق مرة اخرى بتزديده من مسافة بعيدة ممتازة المنتخب يفاجأ يعرف منتخب مقدونيا يلعب بدون حارس مرمى في الهجوم مباشرة يرفع راسه وحط الكرة في المرمى المنتخب التونسي بسرعة قوية جدا شوف يعني الحارس الحربوي مباشرة لمنطقة وسط الميدان وبتزديدة واحدة تقريبا من وسط الميدان يسجل المنتخب التونسي هدف رقم 29 هذا هو الحضور الذهني مهم جدا في المقابلة سيد دار الأكسيون هذي فيها خدمة اي قطع الكرة مجديد صار البلوكاج متاع لدو نميرو تروار لزاكسيول في الدفاع باش ما يرجعوش دو بيفو شاط من فوق اي مهم جدا الهدف متاع المتخب المقدوني اللي تقريبا رقم 18 قاعد يسجل في هدف كوزموفسكي هذي ساعة قوي جدا عنده طول القامة عنده قوة التزديدات وقاعد يستغل فيه منتخب المقدوني ولأنه في آخر الفترة متاع المقابلة تراجع المردود متاعه ان شاء الله منتخبنا يتمكن من تسجيل هدف رقم 30 ممتازة تمريرة ان شاء الله ما نتسرعوش هاي من جديد التنبيه باللعب السلبي ما زال الحكمات ما رفعوش اليد متاحه ممتازة تمريرة على 6 متار وممتازة الهدف اذا هو المطلوب فالحقيقة ثم ضعف كبير في دفاع المتخب المقدوني تقريبا تأكيدا لكلامنا جبالي ثاني هدف على التوالي من مركز الدائرة الناس لكل معنية المدافعين المتخب المقدوني كانوا يعتقدوا انه بن عبدالله بش يسددوا بتمريرة على 6 متار يحرر لعب الدائرة ويسجل هدف مع 6 اهداف للمتخب تونسي قبل 6 دقائق هذا هو المطلوب وهذا هو اللي كنا نحكيه عليه ما خليوش متخب المقدوني يكون قريب في السكور ويكون قريب في انتيجة وبش يرجع في المقابلة هذا استبعاد بدقيقتين لبن عبدالله ما نعرفوش السبب حتى هو بدوره يعني يبدو لي ورقة حمراء باعتبار انه ثالث استبعاد بدقيقتين من عرش القرار هنا يبدو لي تمويه من بن عبدالله ومن عرش علش تم استبعاده وهذا اعادة متاع هدف جبالي اللي عبد دائرة المتخب التونسي بعملية استعرضية يرفع الكرة بالحارس في انتظار التأكد اكيد يبدو لي يغادر بالورقة الحمراء ويغادر ارديت الميدان ها وكما تأكدنا الحكم الارجنتينية في العملية الاخيرة بن عبدالله يغادر بالورقة الحمراء بعد جمعه لثلاث استبعادات بدقيقتين ان شاء الله ما يأثر لاستبعاد هذا يا ايمن والله سيد بالحق ما في مستوى الاستهتار استهتار وقلة تنظيبات من لعبي المنتخب بالتونسي هذا هو على كل حال لقطة مجانية رغم انه معنيتها لا ثمة لهدف ولا ثمة حاجات حتى شيء او قاعد ينشاهده فيه المنتخب باش يخسر في الهجوم اي لاعب و باش يخسر في الدفاع بعتبار انه يلعب هجوم و دفاع انور بن عبدالله على كل حال ان شاء الله خمسة دقائق يمروا سلامات على المنتخب التونسي الحاجة اللي به يتفرح انه المنتخبنا ماخذ الفارق مع ستة اهداف وفي وضعية هجومية نجم يرفع الفارق الى سبعة اهداف درمول ممتاز المرور درمول ممتاز التمريرة لكن الدفاع المقدوني من جديد درمول يحاول يبحث على زميله في التزديد ممتاز التمريرة رمي سبعة مطار لثنية تحكيم يقول ما فهم حتى شيء قطع الكورة مباشرة في المرمى الشاغر المنتخب التونسي وهذا هو اللي كنا نحكيه عليه يقلص الفارق المنتخب المقدوني حذيري من المنتخب المقدوني وحذيري من سيناريو مباراة البحرين نتذكروا المنتخبنا قبل اربع دقائق كان ما يخذ الفارق اربع هداف ضد البحرين اللي رجع وعدل الانتيجة ان شاء الله سيناريو هدايا ما يتكررش في مباراة اليوم على كل حال من نسبة قوش الأحداث أحداث عفوا مزلوا أربع دقائق يفسرون على نهاية المقابلة المنتخب التونسي متقدم مع خمسة هداف الهجمة هذي مهمة جدا ان شاء الله يجسمها المنتخب التونسي دور الكورة مليح وقت مستقطع وقت مستقطع كان يبيه في الاستماع المدرب باتريك كازال يعني يعرف انه في صورة تذليل الفارق من المنتخب المقدوني وقلت الهجمة هذي مهمة جدا في توقيت خمسة وخمسين دقيقة وتسعة وشرين ثانية بالضبط ومهم جدا أي من التعامل مع الموني تايم والمنعرج الأخير من المقابلة أكيد سيد هنين نتصور قبل الكوتي تاكتيك والكوتي تكنيك ونحكيه على الديفونس والاتاك هنين نتصور المدرب أول ملاحظة باش يقولها هي شدوا الكرة باش نطولوا الهجمة طول الهجمة وربح لي فوت ولقى الحلول ولقى الحلول وخوذ وقت خوذ وقتك في الوجوم باعتبار معاتش برشا وقت حتى كي ما تسجلش تاخه وقتك في الوجوم صحيح يخلي الوقت يكون قصير بالنسبة لمنتخب المقدوني في العودة في المقابلات لاحظنا المنتخب التونسي في الموني تايم عنده ضعف ذهني كبير هذا هو هذا هو في المقابلات الفارت نذكره سيناريو مباراة البحرين يعني يبقى عالق في الأذهان منتخبنا وقت اللي كان فيه طريقه لتحقيق الانتصار أبقى أربعة دقائق ما سجلش سجل فيه المنتخب البحريني أربعة ديف أكيد إن شاء الله الملعبية ما يعودونيش ويذكرونها بسيناريو مباراة البحرين نحن على بعد أربعة دقائق على نهاية المقابلة رمي تسعة مطار لصالح المنتخب التونسي يبدو لين هنا بشي تم التنبيه باللعب السلبي من طرف الثناء التحكيم مازال إلى حد الآن درموه الممتاز التجديد ممتاز التزديد والتجديد من درمول على ثبات بالوضعية الكل سجل درمول وبالوضعية الكل قدم الإضافة للمتخب التونسي تقريبا رجل المقابلة محمد أمين درمول ولو أنه المتخب المقدوني هاو يرجع ويسجل هدف تدليل الفرق من جديد 31 مقابل 26 في توقيت 56 دقيقة و30 ثانية يعني مزالت 3 دقائق ونفس يفصلون على نهاية المقابلة إن شاء الله متخبنا يتعامل معهم كما يجب حتى كنتقبل يلزمك تسجل في الهجوم وتخلي نفس الفرق المريح وتكمل به المقابلة ومع الملاحظة اللي كان يحكي عليها أيما نطولوا الهجمة وناخذوا وقتنا في الهجوم باش نصعبوا على المتخب المقدوني العودة في المباراة درمول يربح 9 مطار درمول يربح 9 مطار به إحنا مواصلين في متابعة مباراة تونس ومقدونيا نرفع حضاراتكم أذن صليت العيشية حسب التوقيت المحلي لمدينة القيروين وما جاورها ومعاة رجعينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وطوة العالم لكورت اليد 59 دقيقة مزلت دقيقة على نهاية المباراة وأسباقية للمنتخب التونسي 32 مقابل 27 أسباقية مريحة للمنتخب التونسي هذه الهدف تذليل الفارق للمنتخب المقدوني وهدف رقم 27 منتخذنا منقص عدديا من لاعب بعد استبعاد لاعب غسان التومي يبدو لي في العملية الأخيرة 32 26 ما يتم احتساب المنتخب 27 بالفعل يتم تسجيل الهدف ويجي معاها هدف رقم 33 المنتخب التونسي بسرعة بسرعة المنتخب المقدوني يفاجأ الحارس باعتبار أنه المرمى كان شاغر من جانب المنتخب التونسي 32 مقابل 27 هي انتيجة الحالية للمقابلة من عرش يبدو لي منتخبنا سجل هدف رقم 33 لكن إلى حد الآن حسب ما نتابعه 32 لصالح المنتخب التونسي على كل حال منتخبنا في طريقه لتحقيق انتصار ثاني على التوالي في كأس الرئيس الشرفية بعد انتصار على المنتخب المغربي نتابعه معنا آخر لحظات المقابلة المنتخب المقدوني يصبح يبعث على الهديف من المرمى للمرمى لكن كورة خارج المرمى وتنتهي معها المباراة بانتصار منتخبنا التونسي على المنتخب المقدوني 33 مقابل 28 هي نتيجة النهائية للمقابلة مع فرحة بعض الجماهير التونسية المتواجدة في قاعة المقابلة قاعدين نشاهدوا في إطار الفني للمنتخب والمصافحة في انتظار أكيد التعرف على رجل المقابلة بدولي سيكون محمد دمين درمول لعب المنتخب الوطني التونسي اللي قدم مقابلة طيبة في الحقيقة وإعطاها برشا حلول في الخط الأمامي خلينا نقول في الهجوم تاع المنتخب كيف كيف يصف معرف اللي بدأ المقابلة وإعطاها برشا حلول بالنسبة المنتخب الوطني التونسي انتصار مهم أيمن يخلي المنتخب تونسي تصدر لترتيب متاع المجموعة مطيعه في انتظار مواجهة الجزائر في المقابلة القادمة سيدة ساي مهم أما يلزم ترتيب البيت خاصة دفاعين دفاعين أنا نصل في كما قد محمد دمين درمول هو أفضل لعب في المباراة يعني ماشاء الله عليه للأمانة قدم مقابلة كبيرة إذا ما يسجلش يعني يعطي تمرير حاسما سوى الأجل حاسما سوى اللعب الديرة وقت اللي وقف في المنتخب القام محمد دمين درمول في الهجوم بمجهودات فردية شفنا كلكورة الاقتحة ومشي شق بها الملعب بالطول وسجل الهدف يعني كان مردود ومتكامل اليوم وإن شاء الله أكيد يقدم إضافة كبيرة المنتخب وهذا يدعونا للتسائل كما كنا نحكيه في الأوف أيمن وينو محمد دمين درمول في المقابلة لولا ضد البحرين في مباراة بلجيكيا وتقريبا كان أفضل لعب في مباراة الدنمار كيلعب فيها تقريبا 15 ندقيق أكيد سيد اللي حكيناه محمد دمين درمول الاستثناء في المنتخب المظلوم في المنتخب بالحق لكاليتي اللي عنده برشا ملاعبي من ضبط من جميع النواحي بالحق نقاط السؤال الغريب معناته من أول مبدأ بطولة العالم محمد دمين درمول وينو صحيح اللي هو نرمال مناسق رقم واحد اللي هو مصنف رقم ثلاثة في المنتخب هو كان هو رقم واحد صحيح مع سيمي السعيدي كان يلعب فلسف تكنيك ما نعرش بالحق تقول لك دنمارك ربوع ساعة مركي خمسة ستة بونتو صحيح رجل تلاعب بالدفاع الدنماركي بقوة الدفاع الدنماركي خرج وحطه على كل حال تبقى هذي اختيارات الناخب الوطني باتريك كزال ومساعد ويسام حمام انتصار مهم من ناحية المعنوية يخلي على الأقل منتخبنا يتمكن من تحسين الترتيب متاعه ولو انه تمانين المنتخب مهمة ما مايفرحش هكيد 27 هدف مع منتخب مقدوني متواضع هدف لازم يرجع روحه في الدفاع في الهجوم سجلنا 33 هدف مش مقياس الهجوم صحيح ولو انه برشة اهداف جيت من مجهودات فردية كما كنا نحكي على درمو لا الاكثر الاهداف هي من مجهودات فردية مشوفناش منتخب فيه روح روح جماعي مفيوش كلها فنيات فردية اهداف مالاجر وفمالكاليتي هما اللي متعلم لعبي هما اللي حسمه في المقابلة هذه الناخب الوطني يراجع روحه دفاعيا ويراجع روحه زاد في الفلسفة في الاختيارات في الاختيارات متاعه اه سلون كوا سوركي الباس ماذا بينا ماذا بينا يحكم ضميره وكون استحق اللي يلعب واللي ما يستحق يلزم ويخدم بيش يلعب مش بالطريقة هذي نحنا بالمحاب مش بالطريقة هذي نحنا بيش نعم الانتاج مش بالطريقة هذي بيش نرذيو الصحيح الرأي العام للتونسي والرذيو والفرق اه على حساب المنتخب هذي رأية وطنية هذا منتخب وطني هذا منتخب الناس الكل من غير جهويات من غير حساسيات نحنا دي جاء قاعدين نشوفه الحملة الشرسة والانتقادات للجامعة تونسية الكرة اليد ما ما نعرفش عليش هنا كلها تصفية حسابات اما اللي حب ينتقد ينتقد السور تيران نخذوش البر هنا نحب ونحنا نصلحو ننقدو الصحيح نصفيوش الحسابات صحيح صحيح وكيد ان شاء الله بالتوفيق للمكتب الجامعي هو حتى عن مستوى الوضعية وحتى عن مستوى الوضعية يعني المش لحمله مسؤولية الفشل للمكتب الجامعي عنديوش خمسة شهور مكتب الجامعي مش هو اللي هبط في التشكيلة مكتب جامعي مش هو اللي يحكم في مكتب جامعي مش هو اللي خارج الميدان. على توفير ظروف النجاح للمنتخب في كل مسافر. لعب سبع مقابلات. سمحني يا مكين مشي نحكيه على ذهاب البطولة العالم وسفر قبل 24 ساعة. 24 ساعة هذه غلطة. هذه غلطة كبيرة. هذه غلطة كبيرة. متفاهمين فيه. آما باش تقول لي ما وفرش. لا وفر. سور انتي إطار فني جاي في ظرف بعض البطولة العربية. لعب سبع مقابلات. سبع مقابلات. معناتها المنتخب قبل الدوء اللي فت. ما لعب همش. سحيح. حاولوا يوفروا بالمجهود. لو انه مش يجيه تقييم بعد المشاركة. يلزم التقييم. يلزم التقريم. ويلزم نبعد على تصفيت الحسابات. سحيح. سحيح. نكونوا نحكيوا بعقلانية. نغلبوا مصلحة كورت اليد على كل الخلافات. أكيد نعرفه ثم ناس تصطاد في العكر وناس تستهدف المكتب الجامعي لكورت اليد. نحن مش هذي غايتنا. أكيد غايتنا هو النقد من أجل الأسلاح. وخاصة وقت اللي يكون الأمر يهم المتخبة توونسي اللي فرحت توينس. سنذكروا كورت اليد في وقت من الأوقات بذكريات بطولة العالم 2005. وقت للدور في الأحوام تلقى الشعب توونسي تغرم بالهوند. ويعملوا في الزون. هاي يعملوا في الزون في كل الحومة ويرعبوا في الهوند. وأكيد منتخب بمعناتها اسمية كبيرة خرجتهم كورت اليد التونسية يبقى على رأسهم. والله يا سيد حقاق اللي الحق. عندي بلعبية في الكوب دي موندا ذي. هابتين دي فيديو عاملين زون في حومة في نهج من بعد دي متر ويكورو. صحيح هذك هو. بحق. اي اي. اي. هون الشركات اهو يرجع بالنفع على جيل الصغيرة. صحيح عنده رمزي. عنده رمزي. اي. هنا صغير. يتغرم. 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 ويحب يعطي ويحب يوصل. هنا اذي اللي. اللي اللي يبنيوه عليه باش الصغيرة ذاكي شوفنا مصر يعني عند عاملة في بينك مصر اشنوه عاملة اي من عاملة هدف دي في مليون موجاز في كرة اليد مليون موجاز وتمكنت باش توصل مليون موجاز في كرة اليد شوف معناه قيمة العمل القاعدي من مليون اكيد باش طلع منتخب يعانق العالمية اكيد باش طلع منتخب يحرز على بطولة العالم في صنف الاواسط وهو قاعدين مشاهدوا في القفزة النوعية الكبيرة لعملها المتخب المصري اللي يبقى من بين المرشحين مش حاجة سهلة للتتويج ببطولة العالم جيل مخضرة ما بين الخبرة ما بين الطموح ما بين الملعبية معناتها بصراحة قاعدة تقدم في مستوى رائع ورائع جدا وقاعد تعطي في صورة طيبة لكرة اليد العربية والافريقية من خلال مردود المتخب المصري في بطولة العالم هذية والله يا سيدة بالنسبة للكرة اليد المصرية ما عاش فما حتى مقال ايه قفزة نوعية اه قفزة نوعية هنا لازمك تحط كان في الهيكل الرياضي الرجل المناسب في المكان المناسب ويبدأ يكون ولد الميداني صحيح كان في الجمعيات يلازمك زادة تحط أهل اختصاص ايه وحط الشباب صحيح حط الشباب المواكب حط الشباب هنا باش كرة اليد العصرية يتم تتبحها وزيد يعدي ايها للاجيالة ذيكة للملاعبية وزيد نحن نحن عنا الاشكالية متاع الانفراستركتور مش كيمة مصر مصر ايه مصر مصر هاي الانفراستركتور صحيح الطاعات والمنشآت الرياضية والاندي عند المنشآت وعند الظروف المناسبة وتأكيد لكلامك توحنا نحكيه على بطولة عالم الكورتليات تقريبا نشوفوا منتخبات الكل بالمنتخبات المغمورة بالمنتخبات الكبيرة بالمنتخبات المتوسطة دخلت في تقاليدها اللعب السريع يعني الانتقال من الوضعية الهجومية الوضعية من الوضعية دفاعية الوضعية الهجومية بسرعة على الزوز تمريرات على الثلاثة تمريرات هذه كورتليد العصرية أعطيني فريق تونسي تقريبا يعتمد في الطريقة هذه أعطيني إدارة فنية تقريبا حاول تجتهد ولو انه اسمعنا باتريك كازال قال انه الطابع هذي بش يكون هو الطابع جديد المتخب الوطني التونسي لكن الواقع وما قاله المدرب شي مختلف جدا هو شوفه في منتخب تونسي قاعد يلقى في صعوبات فيه هجمة مركزة قاعد يلقى في صعوبات يقبل فيه تقريبا اليوم 27 هدف مع منتخب مقدوني منتخب تونسي يتعادل مع منتخب بحريني يعني هزم أمام منتخب الجيكي ما عندوش تقاليده لأول مرة يشارك في بطولة العالم معني انتها شتانة ما بين الواقع وما بين ما تنظره للإدارة الفنية وما هو موجود على الساحة في كورت اليد التونسي سيد للأمانة مثلا السيزان هايفي بالنسبة للي نقوله نحن مينيم كاديبي اللي دارة الفنية الوطنية عملت قانون يلزم تطبيقه في الأصناف هذية اللي هو مرتكز على الجو رابيد هذا هو هنا عملت اللي بش يخدم هذا انت تصور انت هدف من يتحسب بزوزة هداف تحفيز تشجيع صونت الرابيد هنالجمعيات هنالجمعيات هنالعقلية هي استراتيجية كاملة شوف يا سيد ينا نحب نفر ذراي ينا نحب نفر ذراي ينا يا اخي مش مقتنع بالعمل المدير الفني الوطني هنستعملوا ولا ما نستعملوا شي هناك جمعيات فما جمعيات قاعد تطبق في القانون فما جمعيات تحسهم نسمة مش هم مقتنعين وإلا يجب استشارتهم عند سن القوانين او هي استراتيجية وطنية 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 تلموا جمعيات والمدربين هي من يزم المتابعة زادة الإدارة الفنية يزمها تتابعة المستوى هي الإدارة الفنية عملت لكن هنالجمت زادة هي تتابعة وتراقب هل تم اتباع الاستراتيجية من خلال الاشراف المتاحة والتواصل مع المدربين ومع الإدارة الفنية للفرق وهذا ما نتمنى احنا نحكيه على الأمور الفنية اكيد خرجنا شوية على الإدار باعتبارها نتبعه في مقابلية المنتخبة لتونس حبينا نفتحوا باب المقارنة بين مصر و تونس مع نتاوى الاستراتيجية اللي عملتها خليني نقول الصلاة المصرية وتجي مع المصرية كحد المصري اللي يكورت اليد وقعدة تجني في الثمارة متاحها والله يا سيد شوف اللي يحب يخدم ويتبق القانون يتبق القانون اللي يحب يسعصع في مقه يسعصع ما يتبعش ما يتبعش اللي يحب يكون هكا لكن انتجة معروفة انتجة معروفة كتبعنا المحابات وتبعنا معناتها الطرق الملتوية وعدم العدل خليني نقول رياضيا بالملاعبية وحتى في القائمة منذ صدورها بالنسبة المتخبل تونسي اوه هذا هو طب واحد كما فعندك دميسون طبق اريق احسن ملاعبي صغير طالع خالد الحاج يوسف في الدفاع خالد الحاج في الدفاع ما فهماش دفاع يلزم الملاعبي يلعب منه ومنه اكترا انت توقف في الجورابيد هذا انت بش تلقى وقت بش تعمل شونج مع ان انت هن يريزونابل لازمني ناخذ الملاعبي اللي نستربع منه هجوما ودفاع هذا هو اكيد به تقريبا في دقيقتين هايما نحكيه على مهبارات منتظرة ضد المنتخب الجزيري ولو انه اجمع على ناس الكل ان المشاركة هذية مخايبة للامال لكن على الاقل انقاذ ما يمكن انقاذه وحفظ ماء الوجه في بقية المقابلات المتبقية المنتخب التونسي في كأس الرئيس الشرفي والله سيد المنتخب الجزيري شوفناه هنا في داوة المونستير في اليدامات تفوقنا عليه تفوقنا عليه بصعوبة مهم لكن الاطار مختلف هو في بطولة عالم متكاهمين فيه شوف هو ينجمي فجأة هاي علاش تفرجت عليه بكري مع المغرب مهم منتخب محترم هاي ولكنه اخسر فرق عريضة من مقدوني اربعين خمسة عشرية لكن ديما تعرف مقابلات متاع شمال افريقيا تونس مغرب جزير ديما يكون عضو كما اpture الله بكري المغرب كما زاده بكري كما نحن نقول مقدورة هل عاملت لنا برش غ شيكل كما بكري مصر والبحرين البحرين شتص في مصر ممتخب المصر نعم إذا كانorn ايضا بالعاقلية بهذاه مثلان gjortه بلاخطاء بهذاه كم Jes noupid بالفلسفة هذي. منجموش نقدمو. هناك اه اه كوية هذه. هو نحنا منتخب تونسي نلعبه باش نحافظه على المرتبة 25. هذا هو معناتك. صور انتي شعب كامل يتفرج باش نحنا نحافظه على المرتبة 25. اللي هو تقريبا اه. اللي نحنا اه كالجات الدنيا دنيا رانا نورمال مو نلعبه في التور برانسيبال ورانا عاملين رزولتات اصلا حتى ال اه كان في الطور الولاني. اي. في القرعة. في المتناول. اي. حتى في التور برانسيبال. كي تتراشح مثلا نقوله ان احنا تونس ومثلا والبحرين اذا كرب حتى ولا تونس وبوندن مارك وتونس وبلجيكا. مهم. باش تزلي برانسيبال معناتك باش تدخل انتي للتور برانسيبال بالبونوس. اي. واللي زد. وشكونا معاك. معاك مصر. مصر كي تلعب مع تونس فمن الديا. صحيح صحيح. هنا كي تدخل مصر وتونس مغارق. لكن احنا احنا ضيعنا الحلقة المهمة جدا وهي الفوز على البحرين وبلجيكيا. وهذا يلي خلينا ما نتراشحوش للدورة الثاني. وهذا يلي يمثل خيبة الامان المتخبة لتونسي. اكيد. دورة مخجلة. دورة مخجلة. ومشاركة وخيبة الامان المتخب التونسي. ان شاء الله منتخبنا على الاقل لكم المقابلات اللي مازالوا بانتصارات. ويحرز المركز خمسة وعشرين حدينا. ولا كراهنا اكيد. اي من كل ما نجبط على المركز خمسة وعشرين. يعني. صحيح صحيح. كنا ننتظروا افضل اي. خاصة لعائلة كورت اليد واللي تبعوا في كورت اليد التونسية. واللي عاشوا معناته على ايام الزمن الشديد. والله يا سيد ساعات الوحدي يقول عليه شو سنة. هي تركوا مات للامانة. تركوا مات خديمها. ان شاء الله ان شاء الله يجي التقييم ويجي الاسلاح. انتي عملة انتي تتحاها انا نشد فيك انتي صحيح وانا نشد فيه وانتي تشد فيه انا الصحيح اللي هو نورمال ما الناس كلها توقض مع بعضها ويفاركوها الرمانة. رأي الهوند مش سعيبة رأي الهوند سهلة. صحيح. اذا كانت لمو الناس الكل روش يلقوا حلول. اذا كان ثم ارادة للاسلاح. اذا كان ثم بيته والمصالح الخاصة. مشكور محللنا الفاني اي من النقاتي دونك العودة نذكر نهاية المقابلة بانتصار المتخب الوطني التونسي على نظيره المقدوني. ان شاء الله. المتواضع. ان شاء الله منتخبنا يأكد الانتصار هذا وهو الانتصار الثاني ليه في كأس الرئيس بعد انتصار على المغرب. ان شاء الله بانتصار في الجولة القادمة على المنتخب الجزائري. مشكورين زملائنا في تأمين حسة اليوم البلاتو سبيسيال هذه الخصنة. متابعة مباراة تونس ومقدونيا. محمد سيف الدين ابو العريس في الاخراج الرقمي. احمد المخلوفي في الاخراج التقني مرة اخرى. مرسيكو تشاي من النقاتي سيدة ترابلسي. مقدام الميكرو. قلكم متابعة طيبة. لبقية برامج الحياة فين. باي باي فيلمين الناس الكل.